اهلا وسهلا فيكم بالدرس الاول عن دورة برنامج انجين 5 بلو برينت هنتعلم في هاي الدورة كيف نستخدم البلو برينت تبع برنامج انجين 5 الان رح نطلع step by step درجة درجة خطوة خطوة نتعلم فيها برنامج انجين 5 البلو برينت في الخصوص اللي بدو يتعلم تفاصيل الشاشة التفاصيل برنامج انجين كل اشي موجود فيه ممكن يلاقي فيديو تحت الفيديو هاد اذا انت على موقع عرب game dev واذا انت موجه على يوتيوب رح تلاقي رابط في الديسكريبشن ليشرح لكيف تتعامل مع برنامج انجين 5 الان في هاي الدورة هتكون مخصصة فقط للبلو برينت الخاص برنامج انجين 5 هنتعلم كل اشي ممكن نتعلمه الدورة رح تكون ضخمة جدا ممكن توصل 40 او 50 او حتى ممكن 60 ساعة المنهج مكتوب لكن صراحة معنا اللحظة هاي مش عارف كم ساعة رح توصل رح تكون جدا ضخمة رح نمشي step by step حتى نتعلم كل اشي مقول بسم الله نبدأ هاي الدورة نبدأ نتعلم ايش هو البلو برينت عن ريال انجين طيب الان قدامنا شايفين احنا مربعات انتو طبعا على اغلب كلكم شفتوا هاي مربعات قبل هيك هاي اسمها النودس النودس هاي بطلع منها خط بتوصله عشان تسوي اوامر النودس هاي هي عبارة عن مربعات او مستطيلات تم برمجتها مسبقا على لغة c++ يعني لما تصدر اللعبة اللعب ان يلعبها هتكون هاي النودس عبارة عاد هتختفي من هذا الشكل وهتتحول لc++ اللي بفهمها كل الاجهزة الكمبيوتر وموبايلات تمام الان النودس هاي الها الوان يعني في عنا اللون الازرق في عنا اللون الاحمر هاي النودس الموجود قدامنا كل اللون الو معنا اللون اللون الاحمر اللي هي الايفنت نودس الايفنت نودس هي بداية اي امر انت بدك تكتبه فعلى سبيل المثال عندك تبدأ اللعبة لازم تبدأ اي اشي بطلع من اللون الاحمر لو انت بدأت من اللون ازرق الامر ما رح يتم تنفيذه دائما اللون الاحمر هو بداية الاوامر تبعيتك الآن خلينا ناخد عمس بمثال هاي النود نود ايفنت بجن بلايه هاي معناها اول ما تبدأ اللعبة بدي تهي الاوامر فتحط الاوامر انت بعد ذلك عندك افنت اكتور بجن aperlab عن تلامس لشخصيات مع بعض بديك تنفذلي هاي الاوامر عند ضغط زر اي على الكيبورد بديك تنفذلي هاي الاوامر هاي الاوامر اللي بتبعيل اللون الاحمر دائما هي البداية لالكود اللي انت بتكتبو او البلوبرنت اللي انت بتكتبه فهاي اللون الاحمر عرف من انها البداية نيجي على اللون الازرق اللون الازرق هي اوامر جاهزة تم تنفيذها مسبقا من برنامج Unreal Engine لتنفيذ الاوامر اللي انت حاب تسويها يعني في عندك Play Sound 2D الان Play Sound 2D هذا امر تشغيل صوت الان ما هذا الاشي ما بتجد ان انت تسويه الا اذا انك كتبته بكود برمجي او تم تجهيزه اليك مسبقا فتم تجهيزه مسبقا بهذا الشكل على برنامج Unreal Engine 5 طبعا هو موجود Unreal Engine 4 الان في عندك كمان كل اللون الازرق في عندك Spawn Emeter Alification اللي هي مثلا انجئ شرارة نيران شيء في موقع محدد فانت بعد ما تجيب الانتحال من اللون الاحمر بدك تدخل شوي بيانات زي موقعه هادي اللي بالمدورة اللي موجودة هون هاي هي كمان بنتحدد مواقع الشخصية او مواقع المجسم بالدكية يكون عنده الشرار او النيران او الغيوم او اللي انت بتحب تحدده يعني ممتاز الان عندك الان مجموعة كبيرة جدا من هاي الاوامر اللي باللون الازرق عندك على سبيل المثال Print Strength انا بدي احكيها بخصوصا لانه هاي من اقوى النوتز اللي بتم استخدامها في اثناء تطوير اللعبة فلاحظ انت هون مكتوب Development All وعليها باللون اصفر والاسود بخطوط هاي لا يتم تنفيذها اثناء تشغيل اللعبة على ارض الواقع هذا الامر خاص في البرمج اللي هذا حاطين لك هذا الشكل ولو لقيت اينه تاني موجود عليها هذا الشكل اعرف انها لتنفيذ اوامر اثناء البرمج فالاوامر غير النقية اللي تم تجهيزها مسبقا بتكون باللون الازرق ممتاز الان في عندنا اللون الاخضر اللون الاخضر هي البيور فانكشن اوامر النقية اللي بتم استخراج معلومات بتكون هدفها استخراج معلومات عن شيء معين موجود في اللعبة يعني لو انت عندك الشخصية تبيتك وبدك تحدد موقع تبعها تبع الشخصية بدك مثلا انت واقف في مكان معين بدك الاسلحة توقع قدامك او بدك نيران تيجي حوالي الشخصية فعلى سبيل مثلا بتختار Get Actor Location فبكل بساطة تكتب Get Actor Location وبتحدد موقع الشخصية بتوصل هون من هون انه اي شخصية بدك اياها اذا كانت سيلف هوا الملف اللي انت فاتحه تمام رح ندخل بتفاصيل اكثر لما نستخدم هاي المعلومات في الدروس القادمة ان شاء الله ممتاز هاي اللي بلون الاخضر لبيور فانكشن معلومات استخراج المعلومات عن جول عن الشخصيات داخل برنامج عرية انجين بعد هيك عندنا اوامر تنظيمية اللي لونها رمادي هاي او بتكون من الاصفر للرمادي هاي الاوامر انت بتستخدمها حتى تنظم شغلك اتنعم انت ماشي فبتتنظم الاوامر اللي بتنفذها مسبقا يعني خلنوك العسابين بمثال البرانش البرانش هات بيجي من امر معين الان بتنفذ انت قبل هيك الشيء معين بتطلع النتيجة بنعم او لا بعد هيك اذا كانت نعم صحيحة بتم تنفيذ امر كذا واذا كانت خاطئة بتم تنفيذ امر كذا فهاي الاوامر اللي بنون الرمادي هي عبارة عن اوامر تنظيمية وفي منها مثلا دو وانس تنفذ الامر هاضي مرة واحدة وهكذا طيب نشوف اخر اشي المتغيرات المتغيرات انا سويتها قبل ما اسجل الفيديو هون الان عندنا البوليان بحكي لك true or false صح او خطأ integer بيكون رقم صحيح float بيكون رقم 10 الو فاصلة name هاي بتحددها انت الاسماء هاي بتكون جوه برنامج على سبيل المثال البونز الموجودة العظام الموجودة في جوه برنامج بتم تحديدها باستخدام هاي النود عندك string string هو النص نص تقدر تستخدمه فئة ناء البرمجة التكست الان انت قدامك لعبة فيها لها شاشة رئيسية مثلا play اللي هي المين منيو play setting هاي المعلومات نستخدمه لها التكست ليش التكست لانه جوه برنامج عن ريير engine في تكست نفسه بتقدر تحوله لعدة لغات فانت ممكن تقوم عندك قائمة هون تختار اللغة العربية فكلمة play تصير العب كلمة string تصير لعدادات وهكذا فمنستخدم تكست علشان هاي الأغراض عندنا فيكتور الفكتور هي تحديد موقع x y z عندنا الروتيتور الدوران كمان في ال x وال y وال z وعندنا الترانسفورم بيحددك كثير معلومات منها الموقع الدوران والحجم scale حجم الشخصية تبعيتنا الان حنبدأ على الطول احنا بعد هذا الفيديو ان شاء الله بالvariables ونبدأ نشرحها كل واحدة لحالها ان شاء الله يلا بالتوفيق في امان الله بشوف درست بعده مع السلامة موسيقى موسيقى موسيقى